هلو والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير مبسوطين رجلنا لكم بمقطع جديد ومقطع Red Dead Redemption 2000 طبعا في هذا المقطع راح نجيب ثلاثة أسلحة بلاش وثلاثة أسلحة من أندر الأسلحة في اللعبة طبعا هرجت المهمات اللي راح نعديها راح تتوجه لمكان في مدينة اللي هو الفالنتاين أحد المدن اللي تنفك معاك أول ما تبدأ chapter 2 راح تلاحظ أنه في زي علامة الاستفهام الكبيرة فراح تتوجه لهذه العلامة الاستفهامية وراح تحصل الشخص جالس ومعاه مجموعة من الصور طبعا هي تقريبا أربع صور لأربع أشخاص فحنا نحتاج فقط ثلاثة صور أو ثلاثة أشخاص من الأربعة هذه فهذول الأشخاص راح تقتلهم وراح تأخذ أسلحتهم عرفتك كيف؟ يعني عندك ثلاثة أسلحة من ثلاثة مهمات جدا جدا سهلة وهذا هو الشخص اللي قلت لكم عليه لما توصل للمكان وتحصل هذا الشخص كل اللي عليك أنك تتكلم معاه راح يبدأ بينكم حوار عن الشخص المسدوح على الطاولة هذا اللي هو الجيم بوي كالوي طبعا راح يبدأ يعني يمدح فيه ويقول لك أنه كان والله أحد الأساطير وأنه تقريبا في أحد المعارك قتل 14 شخص ويطول الحوار وهذا الشخص من الضاراتي بيكتب عنه زي الكتاب أو يكتب عنه زي المقالة البسيطة فيعرف مجموعة من الأشخاص اللي هم الأربع الأشخاص هذولة يعرفون معلومات عن جيم بوي كالوي فرح يعطيك لهو الأربع الصور هذي ورح يعطيك لهو أيضا مواقعهم فأنت بكل بساطة راح تأخذ منه الأربع الصور هذي راح تتوجه وتروح لهو تسألهم عن جيم بوي كالوي وإذا رفضوا راح تقتلهم عرفتك كيف؟ وأيضا يعطيك لهو كاميرا عشان تصورهم بعد ما تقتلهم لما انتهي الحوار آرثر راح تطلع بره المحل الآن كل اللي عليك أنك تضغط ساهم يمين بعدها راح تظهر معاك أول صورة من الأربع الصور طبعا حين نحتاج فقط ثلاثة شخصية الحرمة هذه أو صورة الحرمة هذه ما راح تعطينا لهو سلاح فلا تسويها أفضل طبعا بمجرد ما انت تطالع في الصورة وتقلب الصورة راح يظهر معاك اللي هو مكانها أو موقع الحرمة أو موقع المهمة في الخريطة زي ما تشوفون في الجيم بلاي عشان تطلع باقي المهمات كل اللي عليك أنك تتمي ضغط على ساهم يمين راح تطلع معاك هذه القائمة وراح تلاحظ أنه الأربع الصور اللي أعطاك إياها والله موجودة طبعا حين نحتاج ثلاثة أشخاص من الأربعة زي ما قلت لكم أول شخص راح يكون اللي هو البلي ميدنايت والشخص الثالث راح يكون اللي هو الفلاكو هيرنانديز والشخص الثالث راح يكون اللي هو الإيميت جراغنر الله يسمك صعب يا سيد المهم هذول الثلاثة الأشخاص حين اللي نبغاهم وهم اللي راح يعطون الثلاثة الأسلحة أول شخص راح نكتله راح يكون اللي هو البلي ميدنايت راح تضغط X على صورته أو Use طالع في الصورة قلبها عشان اللي هو يطلع معاك بموقع المهمة الآن كل اللي عليك نكتل وستارت بعدها راح تروح عند اللي هو ماب عشان تحدد بموقع المهمة أو موقع الشخص عشان تروح تداهمه وتكتله وتأخذ سلاحه لما توصل للمكان حق المهمة راح تسأل هذا الشخص عن بلي ميدنايت راح يقول لك انه والله تراه جاي من القطار فاروح كلمه وشوف اشتبغى منه بكل بساطة راح تخش على القطار وراح تلاحظ انه بلي ميدنايت متكي فيدور بينكم حوار عن اللي هو الشخص اللي هو الجون كالوي ويقول لك انه هو ما قتله الى اخيره وقعد يعني يخرف لانه اصلا الشخصية هذا سكران فارح يهرب يستمر في الهروب الين ما تطلعون اللي هو فوق القطار ويقوم بينكم اللي هو دول بسيط او مبارزة بسيطة كل اللي عليك انك تقتله بهذا المبارزة وبكل بساطة راح يطيح سلاحه وراح تاخذه وبكذا يكون مبروك عليك السلاح الاول طبعا السلاح يعتبر من الاسلحة يعني القوية اللي ممكن تاخذها في بداية اللعبة اكيد هذا السلاح اقوى من سلاحك العادي فقط يحتاج انك تشتريه لرصاص لانه راح يجيك بدون رصاص تقريبا بالنسبة للصورة اللي بعدها والسلاح اللي بعده كل اللي عليك انك تتمي ضاغط على السهم يمين بعدها راح تظهر لك القائمة مرة اخرى راح تختار منها اللي هو اسم ايميت جراغنر راح يطلع لك الصورة طالع فيها شوية سوي لها في لبل اضغط اكس يعني سوي لها في لبل عشان يظهر لك اللي هو موقع المهمة لما تظهر لك موقع المهمة توجه لها بكل بساطة لما توصل للشخص راح تبدأ تتكلم معاه وتسأله عن جون بوي كاروي لكن هذا الشخص جدا جدا مماطل يعني يقعد يصحف في الكلام وما يعطيك اللي هو الزبت راح يطلع منك انك تسوي له مجموعة من المهمات الهبلة يعني تنظف حقه هذا المهم انتو فاهمين تنظف له لا لا الحضيرة حقه مادرة وضعها هذه تنظف له اياها وبعدها على اساس انه راح يقول لك لكن شوفوا ايش راح يصير اهلا بني هم ومون بش blanc اهلا بدي لك ستبقى لك ستبقى لك حسنا لا أعطي الهبل من هنا هنا من مجموعة من المساكل و لا يزال الهواء هذا أعطى ههههههه حسنا لديك يساعد تغيير اخبرني عن الجانب أخبرني أنني أخبرتك صحيح لم أكن أخبرتك لا تريد أن تفعل ذلك؟ لا تريد أن تفعل ذلك لا تريد أن تفعل ذلك هذا هو أكثر لا 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 تفعل ذلك فقط تفعل ذلك تفعل ذلك مرحبا يا سيد غرينجر يا رجل هذا مجرد جدا لقد أخذتك لكي تباك و سأستحقها الان اتفاقه سيكون الأخير من تفعله وحط زي ما شفته حط اللي هو القنابل في الهذاك وانفجر وطاح على وجه اميت جراغنر فعصب حاول يرميك بالسكين فانت بكل بساطة راح تقوم بينكم مبارزة راح تطلقه وراح يموت وبعدها راح تاخد السلاح ومبروك عليك السلاح وايضا خطوة جدا جدا مهمة عشان تنهي المهمة خذ له صورة ضرورة جدا تاخذ له صورة انسيت ما اقول لكم في اول واحد انكم تاخذوا له صورة ففي الثلاثة المهمات كلها بمجرد ما تقتل الشخص راح تاخذ له صورة طبعا السلاح صراحة النكشات اللي فيه جدا جدا فخمة وسلاح دمجه جدا جدا عالي لانه هذا الدلخ مطوره تطوير جامد بالنسبة للشخص الثالث راح يكون اللي هو الفلاكو هيرناندز صراحة سلاح فلاكو هيرناندز صراحة يعني افضل سلاح من الثلاثة الاسلحة لانه النكشات اللي عليه فخمة جدا 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 والسلاح يعني دقة ودمجه جدا جدا عالي فطلع الصورة واستخدمها وسوي لها فليب عشان يظهر الموقع طبعا الموقع شوية بعيد تقريبا في الاماكن الثلجية هناك فيعني راح تاخذ لك مشوار عشان توصل لهذه المنطقة لكن ثق تماما انك راح تطلع بغنايم كثيرة لما توصل لمكان المهمة راح تلاحظ انه في مخيم للأعداء بالقرب من فلاكو هيرناندز فهذول الأشخاص يحمون فلاكو هيرناندز انت بكل بساطة كل اللي عليك انك تقتلهم كلهم بعد ما تقتلهم كلهم راح تتوجه لفلاكو هيرناندز راح تقوم بينكم مبارزة كل اللي عليك انك تقتلوا بعدها راح تاخذ سلاحهم اترككم مع المقر فلاكو هيرناندز حتى لا اتعب الحقيقة ولكن ولكن هنا کتع见 معك بقل قلعه اخذتك المساعدين و لا أنا سأخرج أنا لاحقاً حسناً أريد أن أتحدث أريد أن أتحدث أريد أن أتحدث بالطبع هناك المسيج غدار يا غدار طبعاً زي ما شفته في القيم بلاي فلاكو هرنانديس قال إنه راح أتكلم معاك بس همشي إنك ما تستخدم له سلاحك أو خلي أسلحتك في جيبك فلما خبيت سلاحك هو طلع وقال هذه هي رسالتك وطلع على طول اللي هو البستو الحقه وحاول إطلقك فتقوم المبارزة بسرعة وإنت تقتله وكذا تأخذ سلاحه صراحة سلاح فلاكو هرنانديس من أحسن الأسلحة اللي ممكن تأخذها في بداية اللعبة وأفضل سلاح من الثلاثة أسلحة طبعاً لا تنسى تأخذ صورة لفلاكو هرنانديس عشان تنهي المهمة طيب ننهي المقطع يلا ننهي المقطع كذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبتكرايب وتعليقاتكم الحلوة وانشروا المقطع جماعة عشان ننتشر بشكل أكبر وأكبر واستفيدون جميع الأشخاص أتمنى أنكم تنشرون المقطع سلام